تفتكره ممكن حد يعشق المشتريات والديكورات للدرجات دي النهاردة معانا سيدة من ايطاليا اجواء جديدة للخريف والشتاء متأكدة ان هي هتعجبكم من اميراتي السلام عليكم وهلو هلو مسائل هان على احلى اميرات في الدنيا يارب تكونوا بخير النهاردة وكل ايامكم فرح وسعادة يارب اللهم امين واهلا بيكم في فيديو جديد اجواء جديدة سيدة جديدة وتفاصيل جديدة بتمنى ان هي تعجبكم النهاردة قبل ما نشوف اجواءها الحلوة طبعا كالعادة لازم اشكركم وتحية خاصة لكم طبعا كلكم على رأسي من فوق بس النهاردة نرحب بحبيبتي الجميلة احلى رندة بشكرك على كلامك الجميل بتمنى ما يكونش اخر كومنت وكمان حبيبتي الجميلة من المغرب احلى ملك وكمان احلى رندة من الجزائر شرفتوني ونورتوني وكمان احلى ميرة وحبيبتي بشرة بشكركم على الكومنت بتاعكم يا رب دايما كده عند حصن ظنكم بكل حاجة تعجبكم وتفيدكم بأحلى امرات في الدنيا نهاردة كمان استنى اللايك بتاعكم وتعليقكم ويشرفني جدا اشتراككم ما تنسوش السابسكرايب لتحت الفيديو واكتبولي كومنت لو اول مرة تنسوش اسمكم علشان ارحب بيكم في الفيديو الجاي بإذن الله يلا بينا نبدأ بقى بسرعة كده في تفاصيل فيديو النهاردة لانه فيديو يعني لذيذ خفيف وفي نفس الوقت هتلاقوا فيه افكار جميلة قوي للديكورات بتاعتكم بس في البداية شوفوا كده المخدة دي الصغير ديارة وكده الجميلة دي اللي حاتيتها في المايكروويف حيث ان هي تسخن وقعدت بقى تهدي اعصابها كده وتريح عضلات الكتف دي بداية حلوة قوي كده الاسترخاء في بداية الفيديو بس شفتوا طبعا معها المشتريات بتاعت المطبخ تجديدها للمفرش والديكورات وانتابع خلال الفيديو مشتريات كتيرة لها وازاي بتستخدمها وبتوظف كل حاجة عندها في البيت عجبني هنا كمان برضو بالنسبة بقى دخول الشتاء مشتريات بقى يعني جديدة للملابس بتاعتها لكن اللي عجبني ان هي كمان برضو بتستخدم المعاطرات مع الملابس سواء حاجات في الادراج او لو معلقها في الدولاب طبعا بتشتريها بكل سهولة وبتقدر ان انت تحطيها في الدولاب طب لو مش متوفرة تقدروا ان انتو تجيبوا اي قطنة تقدروا ان انتو تحطوا عليها اي معطر موجود او اي زيت عطري عندكم وتحطوها في الادراج كمان برضو في فكرة حلوة قوي انا عن نفسي بعملها لما بكون جايبة اي اي معطر بتاع جو او اي معطر بتاع ملابس بستخدمه مع الغسيل او ازازة بيرفيوم او سبلاش او اي حاجة بتكون راحتها حلوة خلاص خلصت بجيب الازازة بشيل الغطع بتاعها وبسيبها موجودة في الغلاب بوسط الهدوم كده دي برضو حاجة بتبقى راحتها حلوة قوي وبتفضل سابتة كمان لفترة طويلة فيعني ابسط الحال انتو تقدروا كمان انتو تنفذوها خرجنا برا موضوع الفيديو شوية بس يعني كتحيلة برضو نستفيد من بعض فيها اي عجبني كمان برضو التفاصيل ازاي انه ممكن تجدد الديكورات بتاعتها حسب الموسم لكن بابسط حاجة موجودة يعني انا لو عندي كوشن فاضي زي دي وحب ان انا اخليها حاجة مرتبطة باجواء الخريف او الشتاء اي جابت قماشة تانية باللون بقى البوني لون احمر لون اورنج تقدروا ان انتو تعملوا زي باترون كده على القماشة اللي هو الشكل بتاع البامكن وطبعا هي عملته مفرق عشان يبين الشكل بتاعها لكن لو كانت قطع واحدة مدورة يعني مش هتبقى باينة لتفاصيل بتاعتها عملت الاول الرسمة بتاعتها على ورقة واخدت المقاسات بتاعتها على القماشة وبدأت ان هي تثبتها على الكوشن بكل سهولة عملت كوشن مرتبطة بالاجواء بتاعت الموسم الفكرة اللي بعد كده وكمان عجبتني وكنت اول مرة يعني اشوف ممكن يكون في افكار بالشكل ده طبعا ورق الشجر اللي بالالوان بتاعت الخريف دي حاجة مرتبطة قوي بالذكرات دي لكن ممكن هي تجيب ورق الشجر ده بس انتم عارفين كل ما بيطبل اكتر وبينشف بيتكسر او بيبدأ يكش كده ويلف على بعضه علشان تحافظ على الورق ده مفروض وتحافظ على الشكل بتاعه بدأت ان هي تجيب شموع تسيحها وتحط فيها الورق بحيث ان هي تعمل زي طبقة عزلة او تعمل حماية على ورق الشجر ده فيفضل مفروض ويفضل بالشكل بتاعه المفروض الحلو بالطريقة دي وبدأت تلفه على اي قطعة سلك بقى او عندك غصون او خشب زي بتاعه الاشجار تقدر ان انت تعملي الفروع دي فكانت حيلة في منتهى الجمال الصراحة عجبتني قوي قوي نقدر كمان نعملها مع الورد بقى يعني مش ورق الشجر بس نقدر نعملها مع الورد نجرب ونشوف الفكرة اللي بعد كده ان هي بدأت تجيب المكوى وتبدأ تحط ورق زبدة على ورق الشجر وبعدين تسخنه بالمكوى بحيث برضو ان هي تنشف الورقة وتفردها فتفضل برضو الورقة محافظة على الشكل بتاعها وتبدأ ان هي تثبتها زي ما بقولكم على الاخصان بتاعة الشجر اللي هو متوفرة عندكم او تقدروا تعملوه من السلوك فتعملوا زي شجرة كده لذيذة وبوظة لذيذة بحية الورق الشجر الجميلة او دي منها نية بانكة انها طبيعية في نفس الوقت انتم محافظين على الشكل بتاعها لمدة اطول فكانوا الحلتين بجد احسن من بعض يعني نجرب منهم ونشوف ايه الافضل وان شاء الله تقدروا تعملوا ديكور يكون حل ومختلف الفكرة اللي بعد كده بتاعة البومكن اللي احنا يعني نزلناها فيديوهات كتير قوي بس كان فيه لسه ناس بتسأل عليها وبتقول الطريقة معيش واضحة في الفيديو ادي كمان فكرة تانية ليها او طريقة يعني بطقتها على قد ما نقدر شفنا سيدات بتعملها من شربات من الايس كاب من اي قماشة موجودة عندك اعمليها على شكل دايرة وبدأ ان انت يلف الخيط عليها كانك بتخياطي عادي بس طبعا غرز واسعة وبتبدأي في الاخر بتشدي الخيط فبتتلم معك زي الكورة كده وبتحط جواها طبعا القطنة او الفايبر وبتقسم الخيوط ال8 قطعة بتوع البومكن وبتحط لها الفرع بتاعها اللي فوق فبتقدروا تعملوا احجام والوان مختلفة مناسبة للذيكورات بتاعتكم كمان برضو فكرة سهلة ولذيذة قوي ان احنا ننفذها في الذيكورات عندنا لذيذ كمان برضو زي ما احنا ممكن عملنا ورق الشجر اللي احنا شفناه دا تحطوا افكار اضاءات مع الفوزات بتاعتكم بتدي برضو شكل بيكون افضل قوي خصوصا الاضاءات اللي هي بتبقى الورم الحاجات اللي باللون الاصفر بتبقى مناسبة قوي من ابسط الحيل اللي ممكن تعملوا منها افكار كتير قوي قوي عندكم تابلوهات او براويس كده للصور تقدروا كل فترة انكم تطبعوا صور مختلفة طبعا التبعوا مفيش اسهل منها صور كتير قوي موجودة على النت بتاخد الصور اللي انت حباها بالمقاس اللي انت حباها وتطبعيها في اي مكان برا وتبدأ يتغيري من صور اللي موجودة جوه التابلوب بتاعك اجواء بقى خريف اجواء الصيف حاجات خاصة برمضان حاجات خاصة بعيد يعني كل مناسبة تقدري ان انت تغيري من شكل البرواز او التابلوب تاك مجرد بس ان انت غيرتي الصورة اللي فيه فاحنا كنا شوفنا السيدة دي قبل كده مع بعض في اجواء الربيع كانت عملت اللمون لو تفتكروا فكانت برضو مغيرة نفس التابلوهات دي او البرواز بتاعتها بصور تانية مبهجة اكتر فدي فكرة من ابسط الافكار اللي تقدروا تغيروا بها دي كرات البيت المقطع ده بقى يعني انا حبيت اجيبه لكم هو من سيدة تانية مختلفة بس كان عجبني افكارها فحبيت ان انا اجيبها لكم هنا في الفيديو فكرة انتوا تقدروا تغيروا من الحاجة الواحدة لكذا فكرة طبعا دي في الاول كانت زي عتبة او مشاية صغيرة كده على الارض استخدمتها كذا فكرة تانية مختلفة تماما اول فكرة زي ما شفته طريقة اني عامت منها زي بوكس كده تحط فيه تنظيمات ممكن بكر رول مناديل او ممكن تحط الفوة تلفوها رول وتحطوها ممكن ديكور في اي كورنر عندكم في البيت تحطوا فيها كوشن وسرو كده فهتبقى مميزة قوي فكرة تانية طبقتها بالشكل ده وعملتها خدادية او كوشن برضو فكرة لذيذة ومختلفة الفكرة التالتة ان هي طبقت بس الجزء اللي فوق وبدأت تعمل اي رسمة اي ان كانت هي ايه ان هي تعملها تعليق لطيفة على الحيطة فدي برضو حاجة مختلفة حاجة ان احنا ممكن الكتعة الواحدة نوظفها بكذا طريقة ونستغل الحاجة في غير استخدامها دي برضو من الابداعات اللي احنا من كتر ما احنا بنشوف افكار بيبقى عندنا يعني مخزون حلو نقدر نحنا نبتكر ونطور ونعمل اكتر واكتر بإذن الله ده كده كان فيديو النهاردة هنختمه مع بعض بقى بسيدة ايطاليا وهي بتعيد تشكيل الشموع الاوالب او المولد السيليكون اللي انتو بتجيبوها على شكل برضو حاجات تكون مرتبطة شوية بالاجواء اللي انتو بتعملوا ليها الدكور ولو عندكم شموع تقدروا ان انتو تعيدوا تسخينها تاني وتسيحوها وتشكلوها في المولد الجديد ده طبعا هي ضافت معاها اللون الاورنج ده من الالوان البستل او الالوان الشمع بتسيح برضو بكل السهولة مع درجة حرارة اللي هو الانسهار بتاعت الشموع فبتديك اللون اللي انت حباه عامت الاول لون ثابتها تنشف وعملت الطبقة التانية عشان كده طلعت معاها باللونين الحلوين دول ده كده كان فيديو النهاردة يا ربي يكون عجبكم يا اميرات اللي تكون استفدتم من بعض الافكار اللي فيه وعجبتكم كده سيدة ايطاليا النهاردة بشكركم على حسن المشاهدة تبخلوش اللايك علي بقى الجميل بتاعكم الكومنت والاشتراك ونتقابل بكرة على خير بإذن الله سيدة جديدة وتفاصيل جديدة شوفكم على خير الفيديو الجاي وسلام